السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متسبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سنتعرف على درس النص الوظيفي كورونا يدق الجرس إذن بعد ملاحظتنا للصورة المصاحبة للنص ولعنوان النص سوف نجيب على بعض الأسئلة التهيئة للقراءة أذكر بعض الأمراض المعدية بعض الأمراض المعدية الحمى الشوكية وهي تسمى بالتهاب السهاية وداء الحصبة وحمى الظنك ومرض الإيدز الذي يعني نقص المناعة المكتسبة داء السل الأمراض المنقولة بالنواقل ومرض نقص المناعة البشري المكتسب يعني الإيدز وباء كورونا هو مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان في مختلف الأعمار والأشخاص الأكثر تأثرا به هم المصابين بأمراض مزمنة ألاحظ وأتوقع الصورة عبارة عن ملصق لوزارة الصحة موضوعه فيروس كورونا المستجد من خلال العنوان والصورة أتوقع أن موضوع النص هو فيروس كورونا أسبابه وانتشاره وطرق الوقاية منه إذن بعد قراءة النص علمنا بأن الكاتبة يتحدث عن فيروس كورونا يعطي تعريفا له والطريقة التي واجهت بها الدولة المغربية الفيروس وكيف تضامن الشعب وتأذر لمحاربته ومساعدة بعضه البعض وأيضا ذكر النص بعض التضحيات التي قدمتها النساء المغربيات لمواجهة الوباء كما يذكرون النص أيضا ببعض السلوكات الغير المدنية لبعض الأشخاص الذين لم يلتزموا بتدابير الحجر الصحي ننتقي إلى أفهم أو حلين إذن سنعطي ونحدد معنى الكلمات المكتوبة باللون مغير الكلمة الأولى ضرعا للوباء الفتاك يعني دفعا وتفاديا الكلمة الثانية استتباب الحجر يعني تطبيق الحجر والالتزام به الكلمة الثالثة باستغراب يعني بتعجب أحدد شبكة مفردات كلمة التضامن هناك مجموعة من الكلمات من بينها التعاون والتكافل والتأذر أفهمه إجابة السؤال الأول قامت دولة المغربية بإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية وقامت أيضا بإغلاق المقاهي والمساجد والمدارس إجابة السؤال الثاني بعض الأمثلة على مساهمة الشعب المغربي في محاربة الوباء هناك التبرعات الضخمة إضافة إلى توزيع المساعدات على الفئات الفقيرة إضافة إلى تعويض العمال على فقدان الشغل ثالثا الجواب المناسب هو وباء دور المرأة المغربية في محاربة الوباء رابعا لماذا استغرب الكاتب من تصرفات بعض المواطنين استغرب لأن بعض المواطنين لا يلتزمون بالتدابير الويقائية ضد الجائحة يعني لا يضعون الكمامة ولا يحترمون مسافة التباعد خامسا الفكرة التي ختم بها الكاتب النص هي أن العالم وما وصل إليه من تطور تكنولوجي لا زال في أي لحظة معرضا لفيروس غامض جديد يمكن أن يهدد حياة سكان العالم أحلل أستخرج من النص ثلاثة مظاهر دل على ما يأتي مظاهر دل على التضامن هناك التبرعات الضخمة منح الأبناء كمهزة لتسديد الديون وتوزيع مساعدات على الفقراء مظاهر دل على التأذر أو على المواطنة نساء مغربيات بيبيزات نظامية والطبيبة والممرضة والتي ساهمت في محاربة الجائحة والمدرسات أيضا التي ساهمنا في التعليم عن بعد ثانيا سلوكين غير مدنيين ورداف النص هما عدم الالتزام بالحجر الصحي وعدم وضع كمامة الوقاية ثالثا المقصود من الجملة الجملة ألف المقصود منها هو أن المرأة المغربية أظهرت حبها ووطنيتها أثناء الجائحة با ليست كل الأمور وسلوكات المواطنين جيدة ومشرفة جيم المقصود يجب أن نكون حذرين لأنه في أي وقت ممكن أن يظهر وباء جديد رابعا يقصد الكاتب من النص تعريف وباء كورونا وأيضا شرح موقف المغاربة من انتشار الوباء تعريف وباء كورونا وشرح موقف المغاربة من انتشار الوباء خامسا إذن بالنسبة لتقسيم النص فاخترنا أن نقسم إلى خمسة فقارات الفقرة الأولى إلى بلادنا ويتحدث فيها الكاتب عن فيروس كورونا ووضعنا لها عين العنوان فيروس كورونا الفقرة الثانية إلى الحجر الصحي اخترنا لها عنوان المغرب والجائحة الفقرة الثالثة إلى الوباء اخترنا لها التضامن المغربي الفقرة الرابعة إلى الجائحة اخترنا لها مغربيات المتألقات والفقرة الأخيرة اخترنا لها كعنوان السلوك الغير المدني وجرس العالم أركب يتحدث النص عن فيروس كورونا وعلى الطريقة التي تعاملت بها الدولة المغربية لمحاصرة الجائحة وذكر أيضا قيم التضامن والتأذر التي أبان عليها الشعب المغربي قيم التضامن هنا ألف والتأذر التي أيضا هنا ألف أبان عليها الشعب المغربي أقويم بعض السلوكات غير المدنية خلال جائحة فيروس كورونا قد تشكل خطرا على أصحابها وعلى كافة الناس أجمعين لذلك يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي تعلن عليها وزارة الصحة استثمر من أهم الأوبئة التي عرفها المغرب وأدت إلى هلاك عدد كبير من الناس وباء الطاعون عصف وباء الطاعون سنتي 1799 و1800 ميلادية ببلاد المغرب وصفه معاصره يعني الناس الذين كانوا في تلك الفترة بالطاعون الكبير لأنه كان الأشد فتكا من سابقه فقد كانت له عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية وخيمة وكاد يفني المغربة حيث فقد جراء هذا الوباء ما بين الربع ونصف من مجموع السكان يعني ما بين من الربع ونصف سكان المغرب توفوا بسبب هذا الطاعون وبالتوفيق لكم إن شاء الله